السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام رحبا بكم في هذه الحصة جديدة كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب اليوم ان شاء الله رأيت لكم فيديو جديد وبحيل وافكار منزلية رائعة كنتمنى انها تنال اعجاب ديلكم وانكم تستفدو منها وكنشكركم بالزفزف على المسابع والاتجاة الرائعة ديلكم وما تنسونيش بالليك والبارتاج اللي هجبتكم هات الحصة ولي كي هم الأمر وبغيك تشفد الحياة مع لي اليسا في فيديو تال الاخير وبفرجة ممتعة غندوزل هاد الحياة اللي بإذن الله اللي كتوفر لكم الوقت والمجهود كذلك وأول حيلة معنا على الفوات الفوات كنبغيوهم دائما يبقاو ناعمين ويبقاو محفظين على الرطوبة ديالهم وكذلك الألوان ديالهم كيفاش نحفظو عليهم بالأخص اللي كنستعملو يوميا خليكم معا غندوزل الطريقة كيفاش غنحفظو على هاد الفوات هاد واشنو كنحتاجو الماء وانية فاش غادي نغسلوهم واي شومبان عندكم سوما اللي كاسغسلو به الشهر ديالكم يعني اي نوع انا ما بيشنينو نبين الماركة ولكن سوما اي نوع مفضل عندكم او الا اي نوع رخيص شريو خصيصا نتغسلو به الفوات ديالكم ورا عندو سيعملات اخرى بإذن الله غندوزل الطريقة بالنسبة للطريقة كنحتاجو كيمكنت لكم الماء وكينحساجو هاد شومبان هاد غنديرو منو القليل كيمشو معايا بعد مدارة القليل منو ديرو انسوما اي نوع مفضل عندكم بالاخر ستكون في رائحة رائعة يبقوا الفوات ديالكم مع الترين كندوزو اننا كننغسلو الفوات ديالنا يعني بحط طريقة لهائلة وانه كدلك سيدير معانا الرغوة كما كتشفو معايا يعني كيدير الرغوة كتحولو انكم تغسلو هاد الفوات ديالكم بالطريقة هادي وكتحولو انكم متفركوه مش بزار يعني لانه متخليوش الفوطة حتى تتوسخ بالزار الفوطة غير نهار اليومين يعني تبقوا تديرو لها هالطريقة هادي باش كدلك تتفادوا الجارات يمتفادوا اللي انا كننسحو بالاخص اللي كتشفو فيهم يديكم مسبقوش خليهم واحد المدة طويلة عا تغسلوهم غير نهار يومين رقدوهم هكا شمبان يعني كتحيدو منهم فقط غير رائحة مش ميكونوش مطبعين باش ما يعدبوكم مش في الغسيل وشلوهم ونشرهم فضل يعني نشرهم فضل ما تنشرهم مش في الشمس باش دائما يحافظو على هاد النعومة ديالهم ونشفو اهو هما ارتبين يعني مينشفو شو هما قاس حين ويكرمو معكم اهو بالاخص كيلي كدرون فش مشو كيعطلهم ولي كيخليو منهار كامل يعني كسول الفوطة قاسها بزاف كنتمنى هاد الفكرة هادي ديال هاد الفوط هادو انها هاد نال ايجيل ديالكم وانكم تحافظو عليهم بها الطريقة هادي وغندزو الفكرة الموالية هيا الحيلة الثانية امتع لقاب الشيلان اي نوع ديال الشيلان عندكم انتوما بالاخص الشيلان اللي كيكونوا مفضلين عندكم وعزز عليكم وكيكونوا غالين اه انا احطط لكم هنا يا غير هاد نديرو عليه تجريبة اه اشنو كديرو كتاخدو الشل ديالكم معمركم تغسله الشل في لاماشين ومعمركم تغسلهه بالتيد اي مسحوق معمركم ما تغسله به لانك تخرجو على اللوان ديال الشيلان اي لابتو تحافظو على الشيلان ديالكم يبقى عندكم هالموده اللي هي الطويلة بالنفس لكاليتي بنفس اللون بنفس اه اه دكشب الشريته ويبقى عندكم خليكم معي باش تتعرفو على الطريقة بالنسبة للطريقة وستيركين في الغسيل يعني فاش كتبقوا تغسله الشيلان ديالكم كتجيبوا اه كتجيبوا واحد الانيو كتديرو فيها الماء وكدالك تتسعملو شامبوان ديال الشعر او لا اي بندوش يعني حتى بنسبة الفوط ممكن تسعملو حتى بندوش غتجيبوا القليل من هاد شامبوان هادا وكتديروه مع الماء كما كتشوفو معايا كتديرو القليل منه ممكن ترقدو الشيلان اللي عندكم ما تخافوش يتلقليكم مثلا لون فلون كتديرو الشيلان اللي هي متوحدة اللي ممكنش تضيئ بعد ديتها وكتديرو الماء يكون عادي بحلاكة يعني الشيلان ديالكم ما تبقىوش تفركوهم تلفريق لا بالاخص ديال المسلم بالاخص ديال تليجا ما كيبغيوش هذك هذك الفريق لان شنوف فيهم مرة فيهم غير فش كنعرقو يعني ما فيهم تش حاجة ديال طبايع ولا شي حاجة كنديروهم غير لاريوسنا ستحطوهم ممكن انكم فقط غير ترقدوهم يعني هما ما كيحتاجوش الحكين ولا الفريق سترقدوهم مح المدة ديال الساعة وكتدوزو عليهم غير بحلا كتعسروهم غير بحال بها الطريقة هذي يعني باش تحافظو عليهم اكتر واكتر وفش كتتخليهم هذيك المدة ديال الساعة او لساعة ونص وكتهزوهم وكتشللوهم وكتنشروهم في الدل يعني من منوع الشيلان انا كنت نشروهم في الشمس نهائيا وكيبقى محافظ على اللون ديالو محافظ بالاخص اللون اسود يعني كيبقى في اللون ديالو ما كتتغيرش نهائيا ولكن دائما نشروهم في الدل وغسلوهم بشامبان كنتمنى هذي فكرة انا هتفيدكم وهندوز الفكرة الموالية وبالنسبة الحيلة الموالية ويا كيفاش نحافظو على ليناب ديال كيكونوا عندنا هكا للموائد في السالون او للمون كل واحده وليناب اللي عندو بالاخص الى كانوا عندكم شيلاناب ازاز عليكم بغي نتحفظو عليهم معمركم مسحوط لهم بالمسحوق نهائيا بالاخص كنت نحكم دائما بنفس الطريقة اللي درنا مع الشيلان ودرنا مع الفوض كنديروها كذلك مع ليناب بلا منعوا الطريقة هنكم كتاخدوك تحتاجوش اي شامبوان ديالشعر ديالكم وكتحتاجو ما يكون عادي يعني وكترقدوهم من الاحسن ترقدوهم متحاولوش انكم تقود تفركو فيهم لان الفريكا هو اللي كيخرج عليهم وكذلك انه هاد اللون هاد يعني كيتغير مع الحكان ومع التيدلا حاولو انكم متغسلوش دائما دائما يعني حميوهم هكا وحافظو عليهم باش مرة مرة ليسغسلوهم باش يبقوا محافظين على اللون ديالهم وكذلك فاش تغسلوهم وكيما قلت لكم ولموت رقدوهم وتشللوهم متنشروهم مش نهائيا في الشمس هذه نصيحة لأي حاجة بغيتو تحفظو عليها حتى بنسبة الملابس الملابس اللي عندكم عزاز وخط نشرهم في الشمس قلبوهم دائما قلبو السر والدجين قلبو اي حاجة جلال بجلال بديلكم عمركم ما تنشرهم مباشرة على الخياطة ديالهم على الوجه ديالهم لا دائما قلبوهم والحاجة اللي خبسو عليها اكثر واكثر خدوا واحد لزار رقيق بغيتوها تكون في الشمس ولكن خبسو عليها نشروها في الشمس وغطوها بزار يعني جيبوا زار رقيق وديروا فوق منها باش دائما تحفظو علي الملابس ديالكم كنتم منها هاد الفكرة انا اتنال اعجاب ديالكم باش تحفظو علي ليناب ديالكم تبعو نفس الطريقة وغندزو الحيلة الموالية وبالنسبة الحيلة الموالية هي متعلقة بالملابس السوفية انا جبتكم فقط هاد اللي قدت هادو ما انتم تطبقوها على اي فس عندكم ديال صوف اي حاجة اي تريكو اي حاجة عندكم من الصوف كتستعملوا وتطبقوا شال كاب اي حاجة عندكم من الصوف دارت هاد الحبيبات هادو كما تشوفو معي دارت هاد الحبيبات هادو غديتطبقوا عليها هالطريقة كتستخصو لهم هادي ديال الحلاقة ولكن من الاخص تشيروها جديدة وتبقى معكم لهاد الغرض فقط غديندوزو دابل تطبيق طريقة سهلة وفي متناول جميع وممكن اي واحد يديرها ويرجع الملابس دياله جديدة كما كتشوفو معي لاحظو هاد لاش كنسموهم احنا هاد الحبيبات السوفية او المهم كل واحد اشنو كيسميها كتشوه لنا الملابس ديالنا وما كانبقوش عدنا الرغبة في اللبس ديالهم فش كيكونوا بهاد الشكل هادا هاد نقرب هاليكم باش يبانوا لكم هاد الحبيبات عن قرب باش تبان لكم النتيجة باذن الله هاد نبدو في الطريقة باذن الله كما كتشوفو معي هاد الاسبوع الصغير هاد طريقة عادية بحال الشكل ديال الحلاقة العادية هاد نبقاوا داغطين على هاد المكان هادا وحنا هيا كنجروا في نفس الوقت كنتمنى الطريقة تكون واضحة لكم لاحظو معايا يعني كنحيدو هادوك الحبيبات بوحد السهولة كيما كتشوفو معايا بعد نقرب لكم هاد الاسبوع الصغير باش تشوفو الفرق لاحظو انه مبقوش في هادوك الحبيبات وهنايا راح ما زال وهدي هي البلصة اللي انا دبا خدمة فيها كيما كتشوفو يعني كيتحيدو معنا هادوك الحبيبات بوحد السهولة رائعة كيما كتشوفو كنتخلصوا منهم كيما كتلاحظو معايا هاد هي النتيجة النهائية انا صيبت غير هنايا وهنارا باقي لاحظو المكان اللي باقين فيه الحبيبات ولاحظو المكان اللي كانوا فيه قوي لو تحيدو منو يعني طريقة سهلة ورائعة كنتمنى تطبقوها للملابس صوفي ديالكم كتحيد لكم هاد الحبيبات بوحد السهولة لهائلة وغتفيدكم بإذن الله فصل الشيسة وترجعون الملابس ديالكم جديدة كنتمنى تفيدكم عندو زل الحيلة الموالية اللي غتفيدكم بإذن الله فصل الشيسة هاد الحيلة هادي اشنو غنحتاجو فيها؟ غنحتاجو فيها الخزامة والقهوة بالاخص القهوة اللي كتكون هكا مثالي لها التاريخ ولا كتتخليوها الهاد الغرض هذا فاش غتفيدكم هاد الخزامة وهاد القهوة غتاخدوها وغتخلطوها وغتمشيو الأماكن اللي عندكم فيهم زرابيل موكت موكت في الكولوار في الغورة في أي مكان عندكم كتترشو هاد الخزامة هادي وهاد القهوة تحت من غالي موكت اللي عندكم والزرابيل عندكم الدور ديلها انها تتعطر وكتتمنع الرطوبة في نفس الوقت الخزامة وكذلك ان القهوة كتتلق واحد رائحة جميلة وكتهدن حتى الأعصاب كنتمنى هاد الفكرة انها تفيدكم بالاخص لذلك الموكيطات اللي تيكونوا في الكولوارات يعني كلي بشوع اليوم هكا بسبابتهم اولاك يكونوا ديرين الرحاءات تفيدكم هاد الحيلة بإذن الله لأنها مجربة ورائعة كنتمنى هاد الفكرة اللي تقسم سمعكم اليوم ان هاد الاعجاب دي لكم وانها تفيدوا بالاخص للمبتدئات وجدت في القناة وإلا بغيتوا الطريقة بالتطبيق وعدة نصائح أخرى على السجد وكذلك لتنظيف ديالو فصل الشيساء نخليكم الرابط أسفل هاد الفيديو هذا وكنشكركم بزرزف عن المتابعة وإلى التجاعة الرائعة دي لكم وما تنسونيش بالليلين وتبارتجوا الفيديو مع الأهل والحباب دي لكم باش فائدة تعمل وإلى حصة قادمة إن شاء الله مع وصفة جديدة أو نصيحة جديدة مع خديجة وشكرا على المتابعة